والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد وصمان من قناة يلا نفهم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كتابة المقال في اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية الترمي التاني عام 2023 المنهج الجديد زي ما احنا شايفين قدامنا في الشاشة دي خطوات كتابة الريديو او المقال طبعا مع نهاية كل واحدة احنا خلصنا يونت سيفن لو انت ما شفتهاش ممكن تشوفها على قائمة التشغيل الخاصة بيئة صرف الثالث وطبعا تشترك في القناة معنا لو دي اول مرة تشوفنا واتبعنا اول باول عشان هنخلص المنهج كله ان شاء الله بنتكلم عن المواطن المختلفة اول حاجة بنعملها بنكتب ان هناك عديد من المواطن المختلفة حول العالم نكتب اسماء هذه البيئات المختلفة زي ما خدناها في الوحدة نكتب عن كل بيئة منفصلة مكانها وحالة الجو بيها وكمان كان ممكن نزود بعض الحيوانات اللي بتعيش بيها ولكن مش يعني ده مش مطلوب مننا دلوقتي نختم بالكتابة عن اهمية البيئات المختلفة ودورها في حماية الحيوانات والنباتات بيقول لي write about 110 words on اكتب تقريبا 110 كلمة عن a review of different habitats البيئات او المواطن المختلفة نقرأ مع بعض طبعا هسيب لقو الصورة او ممكن تاخد منها سكرين شوت تصورها وتكتبها عندك وفي ترجمة موجودة في نهاية الفيديو يلا بينا نبدأ بيقول في البداية خالص there are many different habitats around the world ايه معنى الجملة دي بيقول لي هناك كثيرا من المواطن المختلفة around the world يعني حول العالم these habitats are important for the life of people and animals on earth ان البيئات المهمة للحياة بالنسبة للانسان والحيوان على كوكب الارض the main habitats are البيئات او المواطن الرئيسية هي coastal وناخد بالنا بنعمل كومة بعد كل كلمة بعدها مباشرة ونسيب مسافة بسيطة coastal grassland wetland and polar habitats دي المواطن اللي معانا وبعد كده بيقول لي بيعرف كل واحدة منهم في بيقول the coastal habitat is found along توجد على امتداد the coast of the sea على ساحل البحر the grassland habitats is usually found between mountains and desert المراعي بتوجد بين mountain and desert بين الصحاري والقبال it is almost of some animals it is a home i'm sorry it is a home انها موطن يعني كلمة home of خدناها موطن لsome animals لبعض الحيوانات the wetland habitat is often covered by water الارض المبتلة او المناطق المبتلة تغطى بالwater the polar habitats are found at the top and bottom قلنا top and bottom يعني اقصى الجنوب واقصى الشمال ده تعبير على بعضي كده on the earth they are covered by ice مغطيين بالسلوق they are the habitats of polar bears انها موطن للدببة القطبية the temperature there is freezing الدرجة الحرارة هناك متجمدة without these habitats يعني بدون هذه كلمة without يعني بدون وجود هذه الhabitats البيئات some animals would disappear from earth سوف تختفي او endangered تتعرض للانقراض from earth يعني من على كوكب الارض ده احنا كده ارناها وترجمناها هنبص على الترجمة بالعربي بيقول لهناك العديد من الموطن المختلفة حول العالم هذه المواطن المهمة لحياة الإنسان والحيوان على الأرض المواطن الرئيسيها المواطن الساحلية والعشبية والأراضي الرطبة والقطبية بعد كده بيتكلم عن المواطن الساحلي يوجد على طول ساحل البحر عالتها ما توجد المواطن العشبية بين الجبال والصحاري انها موطن لبعض الحيوانات غالبا ما تكون موطن الأراضي الرطبة مغطة بالمياه المواطن القطبية توجد في الجزء الجنوبي والشمالي من الأرض وهي مغطة بالجليد وهي موطن الدببة القطبية درجة الحرارة هناك متجمدة بدون هذه المواطن تختفي بعض الحيوانات من على الأرض ده كان شكل بسيط لكتابة ريفيو عن الـ Different Habitats أنا أرى مرة أخيرة ونأخذ بالنا من معاني الكلمات اللي معانا There are many different habitats around the world These habitats are important for the life of people and animals on earth The main habitats are coastal, grassland, wetland and polar habitats The coastal habitats is found along the coast of the sea The grassland habitat is usually found between mountains and desert It is a home of some animals The wetland habitat is often covered by water The polar habitats are found at the top and the bottom of the earth They are covered by ice They are the habitats of polar bears The temperature there is freezing Without these habitats Some animals would disappear from the earth شكركم إن شاء الله مستمرين انتظروا في الفيديوهات القادمة الوحدة التامنة إن شاء الله شكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكركم موسيقى موسيقى شكرا